لله درك لله درك يا شيخ سلطان العرادة لله درك اي والله فقد صدق فيك القول يد تبني ويد تحمي لله درك لن تتفق بمردغت ارتال الحوتيين وجحاتلهم وزنابيلهم بل انت يد تحمي ويد تبني اخر مشاريع الشيخ سلطان العرادة في مأرب افتتاح مدينة طبية قلنا لكم هذا هو رجل دولة فعلا هذا العرادة انا ارى فيه تقوى الله وارى فيه صلاح للبلاد والعباد اشهد لله اشهد لله انا مانش مطبل ولا احب التطبيل لكن العرادة هذا هو الافضل بين كل الموجودين الان على الساحة اليمنية والله العظيم يعني الامن والامان الكهربة المجانية للبيوت البترول عاد الله رفع سعرها الحين قريب بسبب يعني ازمة ايقاف تصدير النفط اللي افتعالها الحوثي عاده رفع السعر الله قريب كان السعر حق البترول بثلاثة الف وخمسة طوال السنوات الماضية وكان بمقدوره يكون نذل وجشع ويبيع الدبا بثلاثين الف ويبيع الدبا بثلاثين الف وهو بمقرب مقرب حيث النقط الا انه لانه فيه تقوى الله استمر ببيع البترول بثلاثة وخمس والكهربة قادر ما يخلص المواطنين خلص زي ما السرق اللي اه فيه تعز السلطة اللي تستفيد تجمين من ظهر المواطن تقتله بالكهرباء وحتى بسعر الروتي الروتي مسالم منهم تمام؟ هذولا انا لا يمكن اطب بالهم حتى يعتدلوا ويقعوا رجال زي العرادة العرادة قادر ما يخلص الناس حق الكهرباء خلص اللي بالبيوت ومعاكم ما يقارب خمسة مليون مواطن في مأرب موجودين من مختلف المحافظات اليمنية من انحاء الجمهورية اليمنية قادر ما يسلخ خمسة الخويجين مليارات ولكن لا داري بوضع الناس ويراعي أو ضاع الناس الكهرباء للبيوت مجانية معاكم محلة تجارية تدفعوا لله دره لله دره يا شخص سلطان العرادة ما ها اجمل المرء عندما يكون فيه تقوى الله مش بالضرورة ان يكون الحاكم عنده لحيا ومطوع والمسبحة بيده للبنهار لا 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 التقوى تقوى الله هي بالقلب هي بالقلب افتهم لكم تقوى الله هنا بالقلب والعرادة فيه تقوى الله داخل قلبه المظاهر انا لا تعنيني حتى مظهر العرادة نفسه شخصيته مطمنة مطمنة ايو رب الكعبة عندما اشوف الى وجه العرادة اشعر بارتهاح له يعني ما اشعرش انه مذنب اما البقية اعوذ بالله الا من رحم ربي امان وجه تلعن بعضها والله لو بيدهم يبيع الاكسجين بالسوق السوداء لا يبيعه والله اقسم بالله لو بيدهم يبيع التنفس اللي نتنفسه بالسوق السوداء والله لا يبيعه بالسوق السوداء هذا لا يمز الضباب ويقول له طير سواء الحوثة او الشرعية باستثناء مأرب وقيادتها باستثناء مأرب وقيادتها أما الحوثة ما هدوا لك عادهم إلا بلا عطا في حاكبات وما فيش مجل المقارنة شوفوا مشكلتنا إحنا مع الحوثة عقيدتهم وخزعبلاتهم وتبعيتهم العمية لإيران المعادية للعرب تمام هذه مشكلتنا معهم ودخولهم بديننا وتحريف المناهج وتعديلها بخزعبلات وطائفية هذا هو خلافنا معهم إننا معهم دين جديد معهم نظام حكم سلالي إنه لازم نحبب الركب هذا هو خلافنا معهم أما بالنسبة للمسراقة فقد تساوى الطرفان بالسرق والنصب والهيد محافظ تعز الناس لهم سنوات يقولوا لهم الشيكة هربة السلطة بتعز يقولوا لهم الشيكة هربة آخرتها يقوم يرفع سعر الروتي أنا والله لا أحمل المسؤولية يتحمل المسؤولية الإصلاح والمؤتمر والأحزاب الأخرى اللي متحاصصين داخل تعز أنتم تتحملوا المسؤولين إنكم رضيتم تمرروا هذا القرار ورضاءكم بتمريره وإنتم قابلين إنكم ترفضوا معنى إنكم شركاء بذي الجريمة أينكم من سلطان العرادة؟ شوفوا على مشاريع مشاريع مجمعات طبية ومرة حدائق مرة مجمعات قادة جنة 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 أنتم تلهضوا مع بقل الله الأكسجين تشفطوها علينا وين بتروحوا بالثلوس هذه كلها؟ وين؟ هذا المسراقة كلها والجبايات قتلتم خلق الله والعسكري حق الجيش الوطني راتبوا ستين ألف قعيطي والله العظيم ما أحد يرضيها دي الأيام يلطمك بالستين الألف لا بوش حق تقول له كاك ألطمنا هذه ستين ألف نزدالك وبيهي حقنا كاك ألطمنا هذه ستين ألف يقول لك روح لك ألطمك ألا بستين ألف منابل وهو من ستين عادة توصل خمسين والله عبقى منا خصميات ومجراج توصل خمسين ألف للعسكري الذي بيقاتله هرابة هل ضحوا الناس من أجل يقوم نبيل شمسان يرفع سعر البت الأروجي يا جماعة هي هذه الإساءة لتضحيات الشهداء ورب الكعبة إنه هي هذه الإساءة هذه الإساءة والإذلال والإهانة والتحطير لتضحيات الشهداء وكأني بهذه السلطة التي بتعز تقول للمواطنين وأول أهالي الشهداء تستاهلوا قلتهم أولادكم يضحوا معنا لذلك بانجعث والدكم بالجرع هذه نقلع عليكم البترول ما في كهرباء ما في شيء يعني النفس لهم سنوات جي واحد اسمه نائف الوافي قتل نفسه قتل نفسه وهو ناشد الكهرباء نريد كهرباء الشنصي عن الشنصي قد نراحم له أشفق لحاله ما في أحد وراه قتل نفسه ما أحد متبع له وينكم يا أبنا تعز انقروا في مأرب كيف الوضع الآن كانوا مش راضين أصحاب مأرب يحمدوا ربكم وحدفوا جمال عند غيركم بثلاثين ألف بثلاثين ألف بتسعة وعشرين ألف بثمانية وعشرين ألف والله ما أقول له هذه الأسعار احمدوا الله في مأرب احمدوا الله ولي بالبيوت الكهرباء احمدوا الله بلاش ما عد تنقطع نادرا ما يتع خلل أو إحفاقات بالكهرباء تستمر سبوع وخلاص ترجع الأمور سلسة تماما بقية الشهور احمدوا الله على المعمل لأنتم فيها رضي الله عنك يا سلطان العرادة شوفوا هذا خبر اعلان افتتاح المدينة الطبية فضلوا أعلن عدو ميس الكادر رئاسي محافظ مأرب لواء سلطان العرادة عن إنشاء مدينة طبية في محافظة مأرب تضم إلى جانب هيئة مستشفى مأرب العام والبراكس المتخاصصة مستشفى جامعيا مرتبطا بكلية الطب في جامعة إقليم سبا مشيرا إلى أنه سيتم بناء كلية الطب والمستشفى الجامعي بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن جاء ذلك في كلمتي التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الأول بعنوان البحث الطبي ضرورة عصرية الذي تنظمه كلية الطب بجامعة إقليم سبا بالشراكة مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية بمحافظة مأرب تزامنا مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الرابع والثناثين لعادة تحقيق الوحدة اليمنية طبعا أيضا هذه كلمة للشيخ سلطان العرادة الذي صدق فيه القول يد تبني ويد تحمي هذه كلمة اسمعوها فأعلق عليها تعليق مهم للمقارنة بين خطاباته وتصريحاته وبين قومة السلح الحوثيين وقادتهم فضلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دوائي سروري أن أشارككم أعمال وفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمركم الطبي الأول الذي تنظمه جامعة وقلم سبأ بالشراكة مع المجلس اليمني لإختصاصات الطبية فرأمار الحضور الأكارم إنه إنعقاد هذا المؤتمر الطبي الذي يضم نخبة من كبار الأكاديميين والأطباء والباحثين من مختلف محافظات الجمهورية يعد حدثا مهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا منذ سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة صنعاء وعملها المتواصل لعادة ثلاثية الفقر والجهل والمرض الحاضرون جميعا إننا إذن أؤكد على أن التعلم هو الركيزة الأساسية لمعركتنا الوطنية الشاملة والقوة المحركة للتغيير وتعزيز القيم الوطنية والأداة الفاعلة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي نشدد على أهمية التأهيل الأكاديمي لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وإعداد كوادر مؤهرة علميا ومهنيا قادرة على الإسهام الفعال في تطوير المجتمع والنهوض به ويجب العمل على إرساء قواعد البحث العلمي بما يدعم مسائل الطلاب والباحثين لإكتشاف الجديد وتقديم الحلول المبتكرة للمشكلات القائمة في مختلف القطاعات الحيوية الإخوة والأخوات يعد الارتقاء بالقطاع الصحي أولوية قصوى للقيادة السياسية والحكومة أن خالد توفير الموارد اللازمة لدعم الأبحاث العلمية والتدريب الطبي وتطوير المستشفيات والمرافق الصحية وتحسين الخدمات الطبية وكذا إعداد كوادر طبية تسهم في مواجهة تحديات الرعاية الصحية الحديثة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الطب هذا لهم رجال الدولة عن بحث علمي دعم البحث العلمي دعم الطلاب الجامعيين دعم الطب البحوث الأكاديمية الطبية الطلاب الأكاديميين البرصورات يعني كلامه كله ينم عن شخصية رجل دولة من شخصية أو شخصيات تخوض إلى قبل 1400 عام لهم تسع سنوات عصابة البوتي وهم يمكنون الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة رضيع الحسين ما دخلني أنا من رضيع الحسين ولا من الحسين تلك أمة قد خلق قبل 1400 عام يصرفوا رواتب الموظفين صلحوا أشعن الناس صلحوا وضعهم جالس يغوصوا فلسطين وشعار الصرخة مظلومية الحسين يزيد ومعاوية بني أمية يوم الولاية يوم الغدير ما تسمعوا من الحوثة إلا هذه النغمة أما إنه نغمة تحديث وبناء لا ما بتسمعوا منها لا بيان صاطر بيان صاطر كل أعمالهم ومشاريع عام مشاريع موت وخراب وطائسية وتلغيم لعطول الأفطال يعني آفة آفة ورب الكعبة يعني أنتم داعا لما سمعتم كلمة العرابة شوفوا قيادة الحوثين خطاباتهم كل يعني بجل وتفاهة وبيان صاطر علي الحرم ما قد نسوا مربط بيابة لا أمريكي ولا الإسرائيلي ما سرحيات كله قاطلقوا آلاف الصواريخ وإيران والمسيرات وصدام بضربة واحدة 39 صاروخ جزعوا 90 من هذولك اللي ما يتسموش تعرفوهم 90 وألفين منزل تدمرات هذا غير مئات الجرحة وهذولا الزنوات جالسين يتاجروا بيان صاطر والناس يختبعوا بهم ويتجندوا معهم زناديل قد جندوا ما قارب 200 ألف وإلى وين على مأرب على تعز على الجواف يرسلواهم وصولوا لا مش يعرف مأرب ويقولوا لبيك يا حقص قادم قادمون يا غزة أنا عندي احساس أن غزة موجودة بمنشآت صافر أمان عندي احساس أنه لقصه عليكم لعنة الله يا دي ما تستحوا يا دي ما تخجروا ولن يستعي على بدلكم أبعد أبعد أنا لكم خطابهم كله طائفي لا ما يأكل عيش لكن العرادة لا العرادة رجل قوله فعل وقاتل وحارب الحوثيين وهو حائط الصد والدفع عن الجنوب وعن الساحل الغربي وعن كل الجمهوري اليمنية إيه والله فأنا لا يسعني أن أسكت عن إنجازاته ولا أشكرها بالعكس بأشكره من مال الدولة بيبني ماهش واحد مرتزق يحصل له بقشيش من الإمارات ويزايد على صحاب تعز عملنا لكم تاريخ عملنا لكم هذا لو بينه خير يفكيك من الشاتو ضمن الجيش الوطني لا يجس هكذا عالة عام الهدم ولف جيز وجيز الانتقالي متمرد انتصالي بعيد عن معركتنا ضد الحوتين وجالس زاب عملنا مشروع عملنا تريق عملنا ما عملت لها 33 عام 33 عام ما عملش والله يتوكل كرمان إنه عامل مشاريع أكثر منه يا تاريخ التوارق عامل مشاريع أكثر منه والملاقف حقك ولا يستحوا ولا يخجلوا ملاقف أو مخزون عفاش انظروا ماذا يقولوا عن مأرب مثلا عن عدم وجود الحدائق في مأرب إن مأرب تفتقر لوجود حدائق وعلى المجاري إن مأرب تفتقر لوجود مجاري أي مشكلة تحصل بمأرب يستغلها ويغطوا الأخبار علشان يدينوا العرادة وكأنها ما حكموا مأرب 33 عام وهي مأرب النفطية سمعوا باهرة بعد التقلق الكثير من السكان في مأرب حيث أنها منتشرة بشكل غير طبيعي وتسبب إزعاجا للناس من روائح كريهة ومياه المجاري تملأ الممرات وأماكن العبور يعود ذلك لغياب شبكة المجاري كون المدينة لا تتحمل هذا الحجم الكبير من السكان وليس لديها بنية تحتية مؤهلة عبد العالم الحلان اليمن اليوم مأرب تحولت شوارع مدينة مأرب خلال عيد البطر المبارك إلى منتزهات سياحية يتزحم فيها مئات الآلاف من المواطنين لقضاء إيجازة عيد البطر المبارك نظرا لإبقار المدينة للحدائق والمنتزهات في ظل هذا العيد في ظل الحرب والحصار ولا يوجد متنزهات ولا يوجد أماكن متنفسة للناس للخروج وذلك أصبحت الجولات والشوارع هي المتنزهة الوحيد للناس والمتنفس وإذن لك نحن تجدنا الآن في الجولات في الشوارع حتى لو رأيت إلى الرصيف ترى الآباء والأمهات بصحبة أطالهم يعيشون أفراحة وتقوص العيد على هذه الأماكن رغم ذلك تجد الفرحة غامرتنا لدى الجميع فرحة تكسيها البهجة والسرور رغم الحرمان والمعاني أيب الله عليكم هذا لا العفافيش يعني يقول لكم ما أريد تفتقر أنا والله إلا أستحي والله يستحي على بدلهم ما أريد تفتقر إلى خدمات عن الصرف الصحي ومجري ما أريد تفتقر إلى وجود حداية طيب أنتو إيش بتعملوا لكم ثلاث وثلاث عام ليش خليتوها صحراء قاحلة خليتوها بنظر الناس مجرب خطافنا السياح وإرهابيين وغاعدة ومدري إيش ليش شوهتوا سمعتها شوفوا العرادة خليها جنة 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 معاهدة من تراضين على بتهاجموا تتمنوا سقوط مأرب اليوم قبل بكرة بأيدي الحوثيين ليش أنتم هكذا بينكم طبيعة خيبة حتى الآن بالمخاء والله والله ما يفعله طارق من مشارع والله ما هي إلا من أجل أن يستقر هناك بالمخاء كلب حراسة مع مصالح العدو والسعودي والإمارة في هذه الأعداء وأنا اجتزأت من خطاب العرادة وهو يشكر السعودية قال أيضا شاهموا ببناء كلية طبية تمام أنا أقول لا نريد من السعودية لا جزاء ولا شكورة نريد منهم يرفعوا أي ديام عنا نجيب سلاح حقيقي نواجه الحوثيين نشكري من تركيا من باكستان من الصين من أي مكان ولا نجيس يعني منبطحين لهم وهم أوسخ وأنجس من بول الكلب أعداء هذا تحالف دعم الحوثي قرخونا شتتون وحنا كنا جيش واحد نقارع الحوثي الآن خلونا عشرين فصيل طارق وحده لانتقالي وحده انفصالي وهذا موال دراسة وكل واحد يضعفون فككوا الشرعية جعلوها جزر متناثرة بدل ما تكون الجهود والطاقة موحدة قصفوا الجيش الوطني يعني قال ببعدا بمشاكل بسقطرة بالمهرة بأبيان تافهين أطلع من بول الكلب مع أنه من حق العرادة أنه أنا كناقل للأخبار أنقل خطابه كله لكني لا أتشرف أن أنقل أي كلمة لمسؤول شملت شكر للعدو والسعودية والإماراتي ولا نشكرهم بشسع نعلي أنا أشكر محمد بن سلمان بالجزم حقيا عن أم على أم الذي خلقه يترك بلادنا يرفع عيد الله معبر لا نقبل بولاهو ولا إيران ولا أحد يرفعوا أيديها معنا كنا نحكي طارق طارق بيعمل المشارع هذه مش على شنس سواب عيون المخاء وأهل المخاء ولا تعز هذا هذا شر محض أي مشروع يجي ممول من السعودية أو الإمارات اعرفوا إن ثمنه دوس كرامتنا تحت الأقدام خذوها قاعدة خذوها قاعدة لا نريد منهم لا جزاء ولا شكورة عندنا ثروات وخيرات ونرط ومطارات وأطول شريط ساحلي عندنا كل مقومات بناء دولة واقتصاب يرفعوا أيديام عننا هذا لا مش حلف هذا الأعداء أعداء بالمفتوح عموما تعظيم سلام للشيخ سلطان العرادة تعظيم سلام لك وللبطن اللي أنجبتك يا سيد الرجال الله يحفظك ويطول بعمرك طالما أنت فيك تقوى الله وأنا أدري إنك عندما تشكر السعودية والإمارات أنت دبلوماسي مرن من تشزم صالح بن عدي وحفظه الله أيضا أنت مرن ولولا مرونتك هذه أنا أدري إنهم قد يعني بيكونوا جزعوك غلطة لكنهم يعني قدام اللحان بنبك حنبة لأنك دبلوماسي تساير الأمور ومع ذلك أنا لا أستطيع أن أكتم الحق أنا ما عندي لفو دورا ولا نعبد لا للإصلاح ولا لأي حزبنا ما بقلبي يدي هكذا على بلطة وأقول تعظيم سلام لك يا شخص سلطان العرابة وأتمنى لو إن سلطة تعز أو اللي بيحكم تعز بمستوى ركبتك حتى قد هم رجال لو يتمرجلوا ويقعوا بمستوى وحجم ركبتك إن قد هم رجال لكن أسرق ما خلق ربي يعني يمز الذباب ويقولوا لو طير عليهم لعنة الله الناس منتظر عليهم يشغلوا الكهرباء راح ورعوس عرار روتي عليك لعنة الله يا نبيل شمسان ما الصلعة صلعة ولا مدرج مطار ما من أبوك فائدة قبلوا تحياتي احملوا لايك للفيديو